موسيقى معتصماً وعلم الجزائر خلفه وجدناه وما انكلمناه كانت أولى إجاباته ممزوجة بالبكاء هو حال عم العيد بعد أن وجد نفسه بين ليلة وضحها مجبراً على ترك محله ومصدر رزقه بعد صدور قرار بطرده منه رغم حيازته على أوراق تثبت قانونية وضعه ليضيف هذه المأساة إلى معاناته مع الإعاقة هذا باب معوق حركياً مستفيد من قطعة عطار سنة 1989 ومبديكة دفاع دوصي في الدميل والتاتسويتة الوضعية جوزوه ومبديكة المجلس الأول المجلس السابق جوزوه داروا قرار داروا قرار التعويض حابوا ينحوه اللي هنا حابوا ينحوه الظلم وقال عنده عامين وهو متكر له جيران وعم العيد شاركوه الاعتصام بعد أن رأوا الجار والصديق يتجرع مرارة قرار الطرد فكانوا له السند وباقونهم إلى أن تفرج كان سبع حوان في زيرالدة اللي بنوهم سبع حوان ستة اللي طولهم قال لي زالي تيوحم نورمال هذا اللي حابوا يكسروا له حابوا يحقروه بس كمعوق سيد هذا وش سيد هذا وش رح وش رح وش يدلوا حنا يا جناس المية فاهمنا قال حما هنا ونا قام معه مع السيد هذا وظل رايح رايح للضائرة جاي مقول لي رايح جاي السيد معوق مريض ظل رايح جاي اياها مسكينة اياها مكاش يعاونه عليها الحقراء هذا نتمنى إن شاء الله هذين نسهدوا يرجعوا له ونسكولتون وقاوا ديانو وخافوا ربانكلاو وخافوا ربانكلاو هكذا احنا رأنا معه هذا نسان يطلب واحد شوف إليه يطلب هذا نحير في النحير في هذا المسؤول اللي كبار ولي لاعقين وكلش عليها اللي عنده وزيدوله ولي ما عنده وش ينحول ونرموه هذا عندهم حالكي ما يخدم وزيدوا ودعموه وما بدران با يخدم الله يرحم على الشيخ هذا تطمعت نحيل وانتهد عايش بيها بسكين عايش بيها عايش بيها ويأكل منها يشرب منها يخلص منها كلش ربع مئة تلف ربع مئة تلف يعطولوا ربع مئة تلف تعيشوا ربع مئة تلف ورنا رايحين وزيد وزيد الديوبة اللي رهم هنا معانا حلا هكشوفهم عقبوا مننا ما جاوش سخسوش كاين لكون فيهم كون فيهم الرحمة في قلوبهم هذا تنحيل هذا الدعموه هذا هذا وش ما قلوه وش ما قلوه تنحيل عم العيد الذي كان يعتقد أنه بشقاء سنوات ضمن مصدر رزق قار له لأبنائه بعده ها هو اليوم يصطدم بواقع أن هناك من قرر قطع مصدر الرزق هذا ضاربا عرض الحائط جميع الوثائق التي يحوزها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر